السلام عليكم ورحمة الله متى نحتاج الى القلوتاثيون القلوتاثيون بشكل مبسط هو من اقوى مضادات الاكسادة والحسن الحظ الجسم قادر على تصنيع هذا النوع من مضادات الاكسادة ولكن هناك بعض العوامل وبعض المشاكل الصحية اللي راح تسبب فيها بعجز كبير من القلوتاثيون فوقتها من المهم جدا تعويض هذا العجز بالقلوتاثيون عشان نتفادى اي مشاكل صحية فمضاد الاكسادة الذي يسمى بالقلوتاثيون يصنع داخل الجسم عن طريق ثلاثة احماض امينية اللي هو الجليسين والسستين والقلوتاميت وعشان نعرف اهمية القلوتاثيون لازم نعرف نقطة مهمة جدا اللي هو الجذور الحرة وباختصار شديد عشان نفهم الجذور الحرة هي مخلفات تنتج ببعض العوامل او بعض المشاكل الصحية اللي يصاب منها الشخص وزيادتها راح يكون مهدد لصحة الجسم قد تصل حتى لحدوث السرطان فيجب على الجسم انه يتخلص من الجذور الحرة ولكن هذه الجذور الحرة تعتبر فاقدة للالكترون فتحتاج الى الالكترون عشان الجسم يكون قادر على التخلص منها فاذا ما اضفنا الالكترون الى الجذور الحرة فالجسم راح يكون غير قادر على التخلص منها طب وين نجيب هذا الالكترون عشان نساعد الجسم على انه يتخلص من الجذور الحرة راح ناخذ الالكترون من القلوتاثيون فهنا تكمن فوائد القلوتاثيون فالقلوتاثيون هو متبرع او مانح للالكترون للجذور الحرة واذا ما نحنا الالكترون لجذور الحرة فوقتها الجسم راح يكون قادر على التعامل معها وقادر على التخلص منها الى خارج الجسم ومثل ما ذكرنا انه الجسم قادر على تصنيع القلوتاثيون داخل الجسم فيكون قادر على التعامل مع الجذور الحرة ولكن اذا كان الشخص يتعرض للعوامل اللي تزيد من الجذور الحرة بشكل كبير فترات طويلة من حياته فهذا الشيء راح يزيد من تكوين الجذور الحرة فالجسم وقتها يكون غير قادر على التعامل مع الجذور الحرة فوقتها راح يكون هناك عيز كبير بالقلوتاثيون ومن هذه العوامل اول مشاكل الصحية اللي تسبب بتكدس كبير بالجذور الحرة اللي هي مشاكل ايضية مثل السمنة فالسمنة بحد ذاتها الجسم راح يكون بحالة التهابية وحالة مرضية والسمنة وزيادة الالتهابات داخل الجسم راح يزيد من تكوين الجذور الحرة على مدى سنوات طويلة ايضا مشكلة مقاومة الانسولين والسكري الجسم راح ينتج الكثير والكثير من الجذور الحرة وزيادة هذه الجذور الحرة داخل الجسم راح يكون عرضة اكبر لعوامل تقدم السن وحدوث التجاعيد ايضا عرضة اكبر للاصابة بالسرطان ايضا من العوامل اللي تزيد من تكوين الجذور الحرة داخل الجسم اللي هو التعرض لتلوث الهواء فترات طويلة من حياتنا ايضا التدخين عامل مهم لتكوين الجذور الحرة السيئة ايضا بعض امراض الجهاز التنفسي مثل الربو او التهابات الشعب الهوائية فهذه الامراض في الجهاز التنفسي راح ينتج عنها الكثير والكثير من الجذور الحرة فالجسم راح يكون غير قادر على التعامل معها او ممكن يكون على مستوى الجهاز الهضمي الاشخاص اللي عندهم ارتشاح الامعاء او التهابات في الامعاء مثل دا كرونز او القولون التقرحي ايضا السكر بحد ذاته راح تزيد من الجذور الحرة داخل الجسم ايضا عدم الحرص على تطبيق الصيام بانواعه راح تزيد من الجذور الحرة لان الاكل وتناول الوجبات بحد ذاتها راح ترفع من الجذور الحرة او ممكن تزيد الجذور الحرة على مستوى المناعة مثلا عند الاصابة بالعدوى الفيروسية او البكتيرية فوقتها الجسم راح ينتج الكثير والكثير من الجذور الحرة ايضا الامراض المناعية مثل الروماتيزم الذعبة الحمراء ايضا قصور بوظيفة الغدة الدراقية 90% من قصور وظيفة الغدة الدراقية هو عبارة عن سبب مناعي فوقتها راح يكون هناك زيادة كبيرة بالجذور الحرة ايضا التوتر بكافة اشكال وانواعه راح تزيد من تكوين الجذور الحرة السيئة داخل الجسم سواء التوتر النفسي او التوتر البدني الاشخاص اللي تعرضوا لصدمات عاطفية او الاشخاص اللي مارسوا تمرين رياضية شاقة وبشكل يومي وما يحرصوا على ايام الاستشفاء فهذه كلها عوامل راح تزيد التوتر داخل الجسم ورح يزيد انتاج الجذور الحرة فوقتها الجسم راح يكون غير قادر على التعامل مع الجذور الحرة العالية داخل الجسم ورح يكون هناك عيز كبير بالغلوتاثيون فاذا كان الشخص قاعد يتعرض لمسببات الجذور الحرة اللي ذكرناه فترات طويلة من حياته هذا يعني ان هناك كمية عالية من الجذور الحرة للجسم غير قادر على التعامل معها والتخلص منها ايضا هناك عيز كبير بالغلوتاثيون وبهذه الحالة الجسم راح يكون مهدد للاصابة بمشاكل صحية على المدى البعيد فاللي علينا نسويه عشان نتخلص من هذه الحالة اولا انه نتخلص من مسببات الجذور الحرة فاهم طريقة لتقليل الجذور الحرة انه نمنع او نتفادى مسببات الجذور الحرة مثلا السمنة ومشكلة مقاومة الانسولين اللي اعلن نسويه انه نلتزم بالانظمة مخضة النشويات مثل نظام اللو كارب او نظام الكيتو دايت فهذا الشيء راح يساعدنا بشكل كبير على التخلص من السمنة ايضا بالتخلص من مشكلة مقاومة الانسولين وبالنسبة للاشخاص المصابين بالسكري فيجب عليهم تنظيم مستويات السكر لان ارتفاع السكر فترات طويلة من حياتنا راح يزيد من انتاج الجذور الحرة ايضا الالتزام بالصيام راح يساعدنا بشكل كبير على التخلص من الجذور الحرة النقطة الثانية اللي راح تساعدنا باذن الله بالتعامل مع الجذور الحرة انه نزيد استهلاكنا للقلوتاثيون عن طريق تناول الاكلات الغنية بالقلوتاثيون الاكلات الغنية بالقلوتاثيون مثل الخضروات الصليبية مثل البروكلي القرنبيط الجرجير والملفوف ايضا موجودة بالثوم والبصل ايضا متواجدة في البيض والاسماك والدجاج ايضا بعض الاكلات الغنية بالقلوتاثيون مثل المكسرات مثل اللوز أو البقوليات مثل الحمص غنية جدا بالقلوتاثيون وراح تساعدنا على التعامل مع الجذور الحرة وطردها خارج الجسم وهناك بعض العشاب اللي تساعدنا أيضا على التخلص من الجذور الحرة مثل حليب الشوك فحليب الشوك مفيد جدا للتخلص من الجذور الحرة بالذات إذا كانت سببها أيضا مثل السمنة مشكلة مقاومة الإنسولين السكري أيضا بتشمع الكبد فهذه كلها عوامل تساعدنا على التخلص من الجذور الحرة فرح يكون وقاية وحماية للإصابة بالأمراض المزمنة أيضا مكمل الوي بروتين اللي هو بودرة البروتين غنية بالسيستين وهي إحدى الأحماض الأمينية اللي تساعد على تكوين القلوتاثيون النقطة الثالثة والأخيرة اللي تساعدنا على التخلص من الجذور الحرة وطردها خارج الجسم اللي هو تعزيز ورفع جودة وكمية النوم لأن هناك علاقة جدا قوية بجودة وكمية النوم على إنتاج القلوتاثيون داخل الجسم فكل ما قلت جودة وكمية النوم كل ما قل إنتاج القلوتاثيون وإذا قل إنتاج القلوتاثيون داخل الجسم رح تزيد من تكوين الجذور الحرة بكذا نكون إنتهينا من هذا الفيديو فإذا عجبك البوضوعة بنضغط على زر الإعجاب وإذا ما كنتم مشترك بالقناة فيسعدني ويشرفني الاشتراك بهذه القناة لأنه بهذا القناة نهتم أكثر بالمواضيع التي تهم خسارة الدهون والسرجاع الصحة ويعطيكم الفحافية ترجمة نانسي قنقر